الليث ملك القفار وما تضم الصحار سعت إليه الرعاية يوما بكل انكسار قالت تعيش وتبقى يا دامي الأفثار مات الوزير فمن ذا يسوس أمر الضوار قال الحمار وزير قضى بهذا اختيار فاستضحكت ثم قالت ماذا رأى في الحمار وخلفته وطارت بمضحك الأخبار حتى إذا الشهر ولا كليلة أو نهار لم يشعر الليث إلا وملكه في دمار القرد عند اليمين والكلب عند اليسار والقط بين يديه يلهو بعظمة فار فقال من في جدودي مثلي عديم الوقار أين اقتداري وبطشي وهيبتي واعتباري فجاءه القرد سرا وقال بعد اعتداري يا عالي الجاه فينا كن عالي الأنظار رأي الرعية فيكم من رأيكم في الحمار